اشتركوا في القناة السفينة الى بر الهي بر الهي ولن تعودين نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي على آل بيته الطيبين والطاهرين وارض اللهم عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت بحق ربنا انك جامع الناس اليوم لا ريب فيه ان الله لا يطلق المعاد وضعه وصلنا عند قول المصنف رضي الله تعالى عنه نفعنا بعلوم في الدارين امين ويجب لهم ايضا ايلمين للرسل والانبياء عليه الصلاة والسلام انهم بلغوا وهذه هي الصفة الثالثة التي هي التبليغ انهم بلغوا كل ما امر المولى سبحانه بتبليغه ولم يتركوا شيئا منه لا نسيانا ولا عمدا اما عمدا فلما سبق في الامانة وأما نسيانا فللاجماع هذا ايضا كمال ثالث واجب للرسل فالكمال الاول هو الصدق الثاني الامانة فدليل عدم ترك شيء من التبليغ داخل في الامانة في الامانة لانهم لو تركوا التبليغ عمدا لكانت هذه ايه كيانا وهذه ضد ما ثبت لهم من صفة ايه الامانة اما دليل ترك شيء عدم ترك شيء من التبليغ نسيانا فهذا للاجماع فالاجماع على انهم عليه الصلاة والسلام ما تركوا شيئا من التبليغ ولم ينسوا منه شيئا اما انهم تركوا شيئا عمدا فهذا مستحيل لانه يخالف ما ثبت لهم من الامانة التي هي العثمة هذا ايضا كمال ثالث شكرا رضي الله سيدنا 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 ما امر الله تبليغ تبليغ كبار تجأرون الى الله ولكن ولكن الدائرة رضي الله رضي الله رضي الله سيدنا سيدنا الخضر الخضر عليه السلام او الذي يجب واجب 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 لهم يعني في حقهم بمعنى لا يتصور منهم انهم يكتمون شيئا مما امروا بتبليغه ان الله تعالى قل ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعمون فانت احرم عليك كتابة للانبياء او للنبي صلى الله عليه وسلم ان تبتم شيئا عن ايه تبليغه الى العباد فكيف يتصور هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وايضا مسألة اعتقادية اعتقادية نعتقد انهم بلغوا كل ما امروا بتبليغه يا ايها الرسول بلغ اه بعدها شوف التهديد وان لم تفعل فما بلغت رسالته يعني ان كتمت حاجة واحدة كاينك ما بلغتش ولا حاجة وان لم تفعل فما بلغت رسالته وبعدها طب اللي حيبلغ اذا قد يعرضه للخطأ ده حيبلغ حقائق صعبة ده المسألة تتعلق باليهود والنصارى باهل الكتاب حيبلغهم اشياء يعني ايه شديدة محدش حيتحملها لا قالوا ما يهمك والله يعصمك من الناس اه بعدها على طول والله لا يهد القوم لا بعدها والله لا يهد القوم بعدها ايه؟ لستم على شيء شوفوا حيقول شوفية لما يوجههم بالحقيقة الصعبة قل يا اهل الكتاب بيخارب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم قال سيدنا ابن عباس عبدالله ابن عباس ذا ترجمان القرآن وحضر الامة قال والله ما يمكن ما يمكن لهم اقامتها الا باقامة القرآن حتى تقيموا التوراة والانجيل لا يمكن يقيموها الا باقامة القرآن الكريم فلما يقول لهم كده وبعدها كمان بكف آية لستم على ساهل لديه مثلا شوية وبعدين الحكم عليهم بالكفر لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بعدها عنهم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة بعدها ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلتهم امه صديقة كان يأكلان انظر كيف فمن بعدها لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق وما كده فكانت المواجهة شديدة جدا ولذلك ايه عصمه الله تعالى والعصمة معناها ان يعصم هنا في الاية الكريمة من ان يصلوا اليه بسوء او ان يتمكنوا من قتله عليه الصلاة والسلام هذا ايضا جمال ثالث واجب الزفوط لعليهم الصلاة والسلام وهو وفاؤهم بتبديل كل ما ارساهم الله تعالى به وامرهم ثم قال وفاؤهم يعني ذا تضي صفة الامانة التي سبقت فهم اوفياء لا يكونون بفعل منهين عنهم اكبر حاجة يفعلها له عنها هي ايه الكتمان ان يكتموا شيئا امروا به بتبليغ دا انت كان رجل طالب علمه في الازهر الشريف لو ان الله اعطاك شيء من الالم شيء من الالم وكتمت من سئل عن علم فكتمهم ارجم بالجام من نار مسألة صعبة كتمان ليه العلم او كتمان تبليغ ليه الاحكام هذا ايضا تمام ثالث واجب للحفظ عليهم الصلاة والسلام وهو وفاؤهم بتبديل كل ما ارسلهم الله تعالى به خد بالك كل مش عموم هنا كل ما ارسلهم الله تعالى به يعني ارسلهم يعني ارسلهم بتبليغي وامرهم ان يبلغوه للناس سيدنا الغريرا بيقول انه عندي في هذا الوعاء علما لو بثسته لقطع مني هذا ليه الحلقوم او هذا البلعوم فالدائرة التبليغ فيما امر بتبليغي وهو فاؤهم بتبليغ كل ما ارسل ابن الله تعالى به وامرهم ان يبلغوه للناس وانهم لم يقفوا على الناس شيئا من ذلك لا عمدا ولا مسيانة ده حتى الايات اللي هي فيها عتاب للنبي صلى الله سلم وفيها يعني اه خطاب شديد لهم لم يكتمها وبلغها لما خطبه الحق تعالى بقوله واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت امسك واتب الله شوف يقوله وتخفي في نفسك خطاب لرسول الله ما الله نديه وتخشى الناس ما الله احق ان تخشاه قال لو كنت اكتم او كتمت شيئا لكتمت هذه الايات فبلغها كما هي بل حتى لفظ قل لما يقوله قل يا ايها الكافرون ما خطبهم بيا ايها انما حتى كلمة قل بلغها تدليل عليك على الدقة وانها ما ترك شيئا حتى يعني في اذهاننا او في عقلنا لو قد فلا يظهر لا فلا قل يعني قل قل هو الله احد يعني هذا يدلنا على انه صلى الله وسلم بلغ القرآن كما انزل عليه وانهم لم يخفوا على الناس شيئا من ذلك لا عمدا عرفنا عشان لو اخف عمدا حيبقى معناها خان وهذا حيبقى معناها نفي الصفة ليه طب نسيانا هذا بالاجماع الاجماع على انهم لم يتركوا او لم ينسوا شيئا انه لو نسوا شيء بحترتفع الثقة ونقول عندنا احتمال قد يكون في حكم نسيوه هتدخل الاحتمالات وحيتعطل العمل بالرسالة احتمال يكون الامر ذا نسخ ده فين دليل الناس يقولك لم يبلغ ليه لم يبلغ نسيوه لا مفيش نسيان هنا حيعرض الرسالة للخبر والتبليغ في ذلك على الوجه على الوجه الذي امروا به من عموم الناس او خصوصا لهم وبرهان اه حيتفل في الدليل هنا وبرهان احتمال احتمال شيئا مبارد على طريق العمل واضح من برهان الامانة السابق واضح بان هذا كتمان للحق وطيانة المحظمة اه يعني حيبجى هذا كتمان للحق وحيبجى طبعا شيء محرم والامانة معناها حفظ وواهرهم وبواطنهم عن التلفس بمنهي عنه ولو نهي كراها وهذا حرام لمن بعد اولا نعم يعني الشيء اللي هو عام للناس او خاصة لبعضهم وفي مثلا احكام خاصة بالبعض يعني مثلا اه قد سمع الله قولا لخصوص امرأة معينة او مثلا نزلت في حق واحد معين من الناس او عامة لكل مش فيه خطوط وعمون نعم والرهان امتناعي اخفائيين شيئا من ذلك على طريق الحمد واضح من رهان الامانة السابق يعني الاية اللي هي فيها الهتاج دي قاصة مين سيدنا زيد لما قضى زيد موضوع قاصة والعبرة ضدعا في الاثول بعموم اللفظ لا بخطوط ايه؟ السر فما هو قاص يبلغه وما هو عام اينا يبلغه لان هذا اكمام من الحق وقيامة محظمة وهم امناء معصومون من المحرم ان يدخلوه في دائرة وهم امناء امناء معصومون من المحرم ان يدخلوه ان يدخلوه ان تقرأ كذا معصومون من المحرم يعني الدائرة الحرام معدومة عندهم فلو ارتكبوا محرم ان يدخلوه الحرام موجود في حق فكأنه دخل في دائرة في صندوق او في شريف صندوق الوجود ان يدخل في الوجود انما هو ممنوع يعني معدوم عندهم وهم امناء معصومون من المحرم ان يدخلوه في دائرة الوجود بعدما عدد دين نهي مولانا جل وعلا عن ذلك واما اخفاؤهم شيئا من ذلك على طريق المسيان فالمحققون ايضا على منع قلنا الاجماع يعني الشيخ في المثل فوق قال ايه الاجماع والتحقيق ودليله اجماع الثلاث وقد صرح القرآن بكمال التبليغ في حق نبيهنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى اليوم اتمنت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي هذا التصريح القرآني في حق النبي سلم اليوم اتمنت لكم دينكم لو كان هناك اشياء نسيها اذا لم يتحقق الاتمال هناك فرق بين الاتمال والاتمان اذا الكمال ده او الاتمال يتعلق بالذوات واما الاتمام يتعلق بالهيئات شوف كده قال تعالى اولي تكمل العدة كمل اجمل عدة شعبان كم ثلاثين يوما ذوات اما الاتمام واتم الحجب والعمرة لله يعني بالإيفاء والاستيفاء والهيئة يتعلق بالهيئة اما الكمال يتعلق بالعدد بالذوات وصفح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ولم يخضبني الان لبض الحديث او جاء في الشرح او جاء بالحديث اللي هو ايها الناس احمد ابن حبان ابن خذيمة ايها الناس انشهدكم بالله ان كنتم تعلمون اني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي عز وجل لما اخبرتموني ذاك فبلغت رسالات ربي يعني ان كنتم تعلمون ان في تقصير او نسيان او اهمال شيء اخبروني حتى ابلغ رسالات ربي كما يمدغي لها ان تبلغ وان كنتم تعلمون اني بلغت رسالات ربي برضو لما اخبرتموني ذاك فقام رجل فقال او فقال يا رسول الله نشهد انك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لامتك وقضيت الذي عليه وحتى في حجة الوداع قال اللهم هل بلغت اللهم ايه فاشهد هذا يعني نص القرآن صريح انه بلغ ما امر بتبليغه واكمل ذلك اليوم اكملت لكم دينك فقال نقول اكملت الحق سبحانه وتعالى وفي حاجة زي ما انت واحد له عليك دين وكل مرة تدفع اهتصه وجيت مرة نسيت ولن يذكرك احد هل ينفع هل ينفع ان تقول اكملت سداد الدين ينفع على ما تعتقد انما الله تعالى لا تخفى عليه شيء ولا انسى شيئا فاذا قال الله تعالى اكملت هذا معناه شهادة للنبي لان هذا الكلام راجع اليوم اكملت من الذي يقول الحق سبحانه اكملت لكم دينك واكملت عليكم اكملت يعني على او بواسطة مين النبي صلى الله عليه وسلم فهذه شهادة من الله تعالى لنبيه انه ايه اكمل الرسالة ووفى وادى صلى الله عليه وسلم فلذلك في حديث عن السيدة عائشة انها في البخاري اللي فيها من حدثك ان محمى ثلاث اشياء بتاع الرؤية ومنهم ايه نسيان شيئا من حدثك ان محمدا كتم شيئا مما انزل عليه في رواية من الوحي وعند مسلم من كتاب الله فقد كذب او فقد اعظم على الله الفريع يعني الكذب مين بعدين انه ملهول اخوة جاب هنا احصوب يعني في الهامش الشيخ اللي حقق الكتاب او طب علق عليه ذكر بعض يعني اكثر من رواية لانه لا يعرف ما هو الحديث الذي كان في ذهنه ونسى حديث كثيرة تدل على اننا بلد فمش عارف اي حبيب احتمالات يكفي حديث واحد يكفي حديث بتحجة اللهم هل بلد اللهم فشل يكفي حديث اللهم صلاة والسلام في القرآن كقوله تعالى يعني يعني ويكفي ايضا تصريح القرآن الكريم عن بعض الرسل ليه لانهم جميعا كنفس واحدة اي رسول قل بلد كل بلد لان الحكم واحد في حق سيدنا نوح عليه السلام قد ابلغتكم رسالات ربي وسيدنا صالح واش وعيب وغيرهم صلح بذلك الخطر عليهم الصلاة والسلام في القرآن كقوله تعالى ابلغتكم رسالة ربي ونصح لكم ولكن لا تجدون الناصرين وقوله تعالى لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اتى على قوم الانتاثرين وتتبع ذلك في القرآن العظيم الكريم وفي الله تعالى التنفيق فالواجب الاول يزيد على الامانة لمنع الكريم سلوة يعني الواجب الاول حيرجح هنا حيام الرب عزيب جميل ينفع مع ظلبة الالم في الامتحانات والتخصصات وإلى غير ذلك الواجب الاول ما هو الصدق يزيد على الامانة بايه بمنع الكذب سهوا كلمة يصدق يعني لا يخضر منه الكذب طبعا لا عمدا ده داخل في الامانة لأنه لو صدر منه الكذب عمدا لكان قائنا ولم يكن امينا اذا يعني ممكن واحد يقول موصفة واحدة من الصفات الارضع اللي هي الصدق والتبليغ والامانة ممكن صفة واحدة اللي هي الامانة نثبت بها الكل فايه الداعي نفصل ونقول الصدق مع انه معنى الامانة يعني معناها لا يكونون لا يكببون لا يكتمون فداخل التبليغ نفسه داخل في الامانة والصدق داخل في الايه؟ في الامانة يبقى ايه الداعي للتفصيل كده؟ نقول الصدق معنى الصدق داخل في كونهم امناة وايضا التبليغ داخل في كونهم امناة يجرح هنا بس لكن قال الصدق واحده والامان واحده يعني كأننا هنستفيد من كل واحد على حدة ما لا نستفيده من الاخر يعني في التفصيل في بيان او زيادة علم لا توجد في الاجمال ولذلك قال الواجب الاول حيزيد على الامانة بمنع الكذب سهوة لانه لو كذا بناسيا هذا لا يخالف له كونه امينا فهمك؟ اذا الواجب الاول افدنا حاجة زيادة اللي هي ايه؟ امتناع الكذب سهوة لان امتناع الكذب سهوة او نسيانا هذا لا يخالف صفة ايه؟ الامانة لو صدر عنه نسيانا لا عمدا او سهوة هذا لا يخالف كونه ايه؟ امينا بقى الواجب الاول يزيد على الامانة بمنع الكذب سهوة بقى استفدنا كده من افراده ولم استفدناش لما افرده واحده استفدنا اللي هو منع الايه؟ الكذب سهوة ويزيد على التبليغ بمنع السيادة على ما يقوم بتبليغه عمدا او سيادة حاجة جميلة انا عاود اقول لك الواجب الاول اللي هو الصدق يزيد على الامانة اللي هي الواجب ايه؟ الثاني اخذ الواجب ترتبهم كده الصدق واحد امانة اثنين التبليغ ثلاث جيدا الواجب الاول يزيد على الثاني حاجة ويزيد على الثالث حشتينكا ويزيد على التبليغ بمنع الزيادة على ما امروا بتبليغه عمدا او نسيانا يعني الصدق فانه زاد على الامانة منع الكذب سهوة وزاد على التبليغ بمنع الزيادة على ما امروا بتبليغه يعني كأنه التبليغ معناه ايه؟ ان يبلغ ما امره بتبليغه افرض بلغ ما امره بتبليغه ورح متبلغ حاجة من عنده هذه لا تخالف التبليغ هو بلغ ده تنتنع بدليل اخر تنتنع بايه؟ بالصدق يبقى اذا الصدق يمنع الزيادة على ما امر بتبليغه عمدا لانه لو زاد حاجة يعتبر غير صادق يعني هو بيكذاب وبيجيب من عنده بيفتري يبقى اذا شوف الصدق منع ايه؟ زاد على التبليغ بمنع ايه؟ الزيادة على ما امروا بتبليغه عمدا يعني كونه صادق يعني معناه يبلغ ما امروا بتبليغه افرض بلغ حاجة زيادة هذه تخالف الصدق ولا تخالف التبليغ يبقى اذا زاد الاول على الثاني وزاد على الثالث وايضا لو بلغ شيئا زائدا نسيانا برضو هذا يخالف الصدق يخالف الصدق سوى كان نسيان او عمدا بس لا يخالف ايه؟ الامانة في حالة ايه؟ المسيان فهمتو؟ تفصيل حلو جديد اه الواجب الاول يزيد على الامانة بمنع التبلي سهوة ويزيد على التبليغ بمنع الزيادة على ما امروا بتبليغني عمدا او مسيانة نطفوم دي؟ ده خلاص يسمنا الاول ذات ايه؟ فهمت؟ فهمتو ليش واحد يقول لك ده الامانة خلاص اه تنفع وما بيش داعم فاصل موكونه امين وقام عصوله وما بيش داعم يقول ايه؟ الصدق وما بيش داعم يقول ايه؟ اتسبليه؟ لانه موجود ضمن انا اقول له لا ده يزيد طيب والامانة زادت ايه على الصدق اه؟ وتزيد الامانة على الصدق لمنع وجوع المخالفة دي غير كلمة دسان اه لانه الصدق دا خاص بلايه؟ بالاقوال شو كده فاذا زادت الامانة على الصدق بمنع لان الصدق ايه اللي يضاد الصدق او يخالف الصدق وقوع المخالفة بالكذب وبالنسان بس دا اللي يخالف الصدق انما اذا وقعت المخالفة بغير اللسان لا تخالف الصدق انما تخالف ايه؟ بالامانة وتزيد وتزيد على التبليغ ايه اللي يزيد على التبليغ الامانة تزيد على التبليغ بمنع المخالفة في غير التبليغ يعني ان الذي يخالف التبليغ هو عدم التبليغ اما المخالفة في غير التبليغ لا تخالف التبليغ وانما تخالف الايه؟ الامانة ويزيد التبليغ على الصدق بمنع ترك شيء مما امروا بتبليغه سؤال تاني من الذي يزيده التبليغ على الصدق؟ يزيد التبليغ على الصدق بمنع ترك شيء مما امروا بتبليغه عمدا او رسيانا ويزينه ويزينه التبليغ على الصدق بمنع طرف شيء مما أمروا بتبليغي عمدا أو مزيانا مع نظوم الصدق فيما تأمر اللعنة فبعد الصلاة إن شاء الله شكرا شكرا الواجب الواجب الاول ان امتناع الكذب سهوا بمقتضى دليل الصدق اما امتناع الكذب السهوا بمقتضى بالدليل الامان ولكنه يزيد عنه دليل الصدق في امتناع الكذب السهوا ويزيد أي الواجب الأول هو الصدق على التبليغ بمنع الزيادة على ما أمر بتبليغه عمدا أو نسيان فالزيادة على ما أمر بتبليغه هذا ممتنع بدليل الصدق بمنع الزيادة على ما أمر بتبليغه عمدا أو نسيان وتزيد الأمان على الصدق بمنع وقوع المخالفة في غير كذب اللسان فالمخالفة في كذب اللسان هذه ممتنعة بدليل الصدق والزيادة على كذب اللسان ممتنع بدليل بدليل الأمان وصلنا عندنا يوم اللي مش عارف شيء أو مشتبه عليه شيء يسأل عندنا فالواجب الأول يزيد على الأمانة بمنع الكذب سهوا ويزيد على التبليغ بمنع الزيادة على ما أمر بتبليغه عمدا أو مسيانا اللي يخالف التبليغ أو الزيادة على ما أمروا بتبليغي هذا ليس ممتنع بالتبليغ لأنه الممتنع بالتبليغ هو أنه يحكم شيء مما أمر بتبليغي هذا الزيادة على التبليغ سواء كانت الزيادة عمداً أو نسياناً ممتنع بدليل الصدق لأنه لو بلغ زيادة يعني معناها بيفتري يعني بيفتري يعني مثلاً أنا ما دوتله بلغ ورح بلغ أنا دوتله بلغ شيء معين فزعت عليها فهذه الزيادة تعد كذباً سواء كانت نسيان أو إيه؟ أو عمداً فليست ممتنعة بدليل التبليغ وإنما ممتنعة بدليل إيه؟ الصدق وبدليل الأمانة أريد إيه؟ التبليغ المتكذب العمداً أه العمداً ممتنع بهما كل شيء وتزيد الأمانة على الصدق لمنع وفوع المخالفة في غير كذب اللساء يعني معناها لو وقع الكذب هذا يمنع دليل إيه؟ ما هو الكذب مخالفة؟ الكذب ذنب ولكن هذه المخالفة ممتنعة بدليلين لأنه كذب حشاه أي نبي لم يكن صادقاً ولم يكن أميناً واضح كده؟ إنه ممتنعة بدليل إيه؟ الصدق وبدليل إيه؟ الأمانة المخالفة بس اللي ممتنع بدليل الصدق اللي هو إيه؟ كذب أو كذب اللسان غير اللسان امتنع بإيه؟ بدليل الأمان بدليل إيه؟ الأمانة لأن المخالفة إما أن تقع باللسان فتكون كذباً لأن الصدق أو الكذب شاع في الأقوال في مخالفة بالغير مثلاً في مخالفة باليد في مخالفة بالعيد كل ده ممتنع بدليل إيه؟ بدليل أمانة أما الذي هو مقصور على دليل الصدق اللي هو القول المخالفة في إيه؟ في كذب اللسان وتزيد على التبليغ لمنع المخالفة في غير التبليغ هي اللي يزيد على التبليغ الأمانة لأنه إذا بلغ خلاص إذا كده لم يخالف في كونه مبلغاً أما إذا خالف في غير التبليغ فهذا ممتنع بدليل الأمانة أظنوا شوف يعني فيه تداخل بين الإيه؟ بين الأمانة والصدق والإيه؟ والتبليغ لسه دا جاء الكلام فطبر جميل ويزيد التبليغ على الصدق بمنع ترك شيء مما أمئ بتبليغه عمداً أو نسياناً شوف خد بالك حتى التبليغ زاد على الصدق بمنع ترك شيء مما أمئ بتبليغه عمداً أو نسياناً يعني إذا إذا تركوا شيء مما أمروا بتبليغه هذا ممتنع بدليل إيه؟ بدليل إيه؟ التبليغ تمام كده؟ سواء كان عمداً الترك دا أو إيه؟ أو نسياناً هذا ممتنع بدليل إيه؟ التبليغ وأيضاً ممتنع بدليل إيه؟ بدليل الأمان بس اللي ممتنع بدليل الأمان اللي هو هي العمد ويزيد التبليغ على الصدق بمنع ترك شيء مما أمروا بتبليغه عمداً أو نسياناً مع لزوم الصدق فيما بلغوا من ذلك ويزيد على الأمانة بمنع ترك شيء مما أمروا ويزيد الضمير يعود عليه ويزيد التبليغ على الأمان ويزيد على الأمانات بمنع ترك شيء مما أمروا بتبليغه نسياناً آه يعني هذا الزادة إيه مش بالأمانة لأن الأمانة تمنع أنه يترك شيء عمداً أما إذا تركه نسياناً هذا ليس ممتنعاً بدليل الأمانة إنما هو ممتنع بدليل إيه؟ التبليغ أرأيت هذا التداخل العجيب بين الواجبات للرسل عليه مصدرين والصلاة والسلام يعني عرفنا إن التفصيل فيه مزيد فائدة فلو قلنا صفة واحدة قلنا الباقي بطريق الإيه؟ الالتزام مش هيكفي لأنه حمد فيه نقص هنا وفيه زيادة هنا هم تعرضنا في أصل العقيدة لما بين هذه الواجبات الثلاثة من النساء أو جارك السؤال اللي أنت بتسأل عمد جارك الموت أتارك الصلاة هم تعرضنا في أصل العقيدة لما بين هذه الواجبات الثلاثة من النساء لأن لا يتوهم أن فيها تكرارا أو أن فيها ترادفا أو تساويا أو عموما وخصوصا بالإطلاق بحيث يستغنى بالأقص عن الأعمل يعني لا تقل أن فيها ترادفا ولا تساوي ولا عموم وخصوص وجهي ولا عموم وخصوص بالإطلاق إنه ممكن يكون في عموم وخصوص وجهي بالإطلاق بحيث يستغنى بالأقص عن الأعمل فنبهنا على أن بينها عموما وخصوصا من وجه على أن بينها يعني بين الواجبات بينها يعني بين الواجبات الثلاثة فنبهنا على أن بينها عموما وخصوصا من وجه فلا يمكن حينئذ الاستغناء ببعضها عن بعض يعني الفائدة المهمة من هذا أنه لا يمكن الاستغناء ببعضها عن البعض ليه ما ينفعش نستغني بالأمانة عن الصدق وعن التبليل ليه لأننا رأينا ما زاد عن الأمانة بدليل الصدق وما زاد عن الأمانة بدليل التبليل هذه الفائدة المهمة أنه لا يمكن الاستغناء بالبعض عن البعض الآخر لأننا رأينا في كل واحد زيادة على صاحبه لا تفهم إلا منهم يعني لا تفهم من الأمانة وحدها ولا من التبليل وحده لكن لا تفهم إلا منهم هذه الزيادة ولو كانت زيادة يعني بسيطة جدا أو قليلة ولكنها لا تفهم إلا منهم نعم سؤال نعم وخصوصا بالإطلاق حيث تستغنى للأخص عن الأعم أنا أفهم أن تستغنى بالأعم عن الأخص لأنه يشمبي لكن كيف أستغني بالأخص؟ أفهم أن تستغنى بالأخص عن الأعم واضح؟ إنما العموم خلاص داخل الخصوص يتضمنه أو يشمله فلا يقال نستغني بالأعم عن الخص إنما اللي يقال فينا استغني بالخص عن الأعم واضح لكن الخص لا يشمل للأعم حتى نستغني به ها اللي هو يتصور فيه الاستغناء اللي هو الخص استغنى به عن الأعم فلبهنا على أن بينها عموماً وخصوصاً من وضع فلا يمكن إليه ها يعني إذاً ليس بين الواجبات ترادف يعني ليست مترادفة وعرفين يا معنى الترادف؟ عرفين الترادف يعني؟ يعني كل لفظين مفتحدون في ترادف واللفظ إيه؟ اللفظ متعدد والمعنى إيه؟ واحد والتساوي يعني إيه معنى التساوي؟ يعني يتساويان في المفهوم أو في الماء صدق وعموم وخصوص مطلق معروفة كما هو الخصوص إيه؟ المطلق أن يجتمع في إيه؟ في مادة وينفرد إيه الأعم منهما في مادة إيه أخرى إن قال ليس بينها لا ترادف ولا تساوي ولا عموم وخصوص مطلق إن قال لابد أن يكون في بينها نسبة هي العموم والخصوص الوجهي خلاص كده؟ إن قال حنرى أن بينها عموم وخصوص وجهي كما هو التساوي؟ التساوي يعني كلمتان المفهوم مختلف ولكن ما صدق واحد إنسان وبشر أو إنسان وضاحف إنسان وضاحف تساوي 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 أنت طيب تساوي تساوي أي تمام يعني معناها يزيد معنى لا يفهم إلا منه إلا منه من الصدق يعني يزيد الصدق على الأمان ويزيد التبليغ على الأمان كل واحد يزيد بشيء لا يفهم إلا منه فمن فحش نستغني بواحد عن الآخر ولأجل هذا ليس بينها عموما وخصوصا مطلقا فلو كان بينها عموما وخصوص مطلق لا استغنينا بالخاصة عن العام صح ولا ولو كان بينها ترادفا يبقى خلاص واحد زيتان يدفي ولو كان بينها تساويا خلاص أي واحد فيهم فهمت كده يبقى إيه اللي يخلينا ما ينفعش نستغني داعا 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 داع اللي هو العموم والخصوص الوجهي إيه معنى عموم والخصوص الوجهي يعني يجتمعان في مادة وينفرد لا العام ولا لكل واحد حينفرد يعني كأن الصدق انفرد بشيء والتبليغ انفرد بشيء لا يوجد في الأمانة والأمانة انفردت بشيء لا يوجد فيه ما فنفهنا على أن بينها عموما وخصوصا من وجه فلا يمكن حين إذن استرناء ببعضها عن بعض لأن كل واحد يزيد على صاحبه بزيادة لا تفهم إلا منه وبيان ذلك وبيان ذلك يعني البرهان البرهان على ذلك أن الواجب الأولى وهو الصدق يزيد على الأمانة بمنع الكذب سهوا آه يعني منع الكذب سهوا لا يؤخذ إلا من دليل الصدق آه يعني انفرد به بلقلع انفرد فيه جهات أي هذه النقيصة إنما يفهم امتناعها في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام من الواجب الأول يعني الكذب سهوا نتوصى ولكنها لا تدري أو لا تنافي الأمان وإنما تنافي الصدق فإذن لا يفهم امتناعها إلا من الواجب الأول الذي هو الصدق لأن الصدق عام في كل قول ولا يقال إن الصدق فقط فيه فيما هو ايه آآ عام أو نسيان آآ لا الصدق عام لأن الصدق هو ايه مطابقة الخبر للوابع خلاص كنت؟ يبقى داعي شمل كله وبيان ذلك أن الواجب الأول وهو الصدق يزيد على الأمانة بمنع الكذب سهوا أي هذه النقيصة إنما يفهم امتناعها في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام من الواجب الأول الذي هو الصدق لأنه عام في كل قول ولا يفهم امتناعها من الواجب الثاني آآ لأن الواجب الثاني يمنع من وقوع المعصية والمكروف مش كده؟ مش هي معنى الأمانة؟ هي حفظوا وواهرهم وبوادنهم من التلقث بمن يعانه؟ ايه المن يعانه؟ المعصي الحرام يعانه والمكروف أما الكذب سهوا ليس بحرام وليس بمكروف حد يقدر يقول فعشان كده ما يمتنعش بدليل الأمانة وإنما يمتنع ما هو اسمه كذب كذب ولا مش كذب يلقحها يمتنع بالإيه؟ بالواجب الأول اللي هو السر ولذلك ده السر أنت تستعظم الأمانة تقول ده الأمانة ده تعتبر أعلى حالها ليه ما ذكرهاش في الأول؟ ده الصدق مقدم عليها الصدق مقدم على الإيه؟ لأنه يستلزمها ولا تستلزمه شوف العلماء كانوا مش يقدموا أخروا بمزاجهم الصدق الأول أول حاجة لهم صادق وذلك المعجزة لا تنزل منزلة الأمانة إنما دليل صدق الرسل لا تدل على أنهم أمنا وإنما تدل على أنهم صادقون عليهم الصلاة والسلاة شوف كده الصدق مهم تستهانش بيك تقول أنا تفاهي أمين لا يعمل كنت كاذب يوم غير نشتفت عنك الأمانة نفسها ولا يخم تناؤها من الواجد الثاني الذي هو الأمانة لأنها إنما تبنع من وفوع المعصيات والمكروف إذن معنى كونه أمين إني لكم رسول أمين يعني معناها لا أعصي لا أرتكب المعاصي ولا المكروف أبوهال الكذب سهوا ده لا حرام ولا إيه ولا مكروف لما يجي واحد يقول لي معنى كده مباح ماذا كده ماذا كده ماذا متنفينا عنه الحرمة والكراع طبعا مش هيكون واجب مش هيكون مندوب إذن لم يبقى إلا الإيه إلا الإباح بل لم ينفعش أن يقول مباح لأنه لا يقع تحت التكليل ده كذب سهوة لأنه هو الإنسان بيسهع باختياره ده حاجة بتعصله من غير هو إيه مالوش فيها دخل مالوش فيها إيه ده كيف أنا عاكي يجيب سهوة طب كده إيه يجيب سهوة كده مهلونوية تجدي بالسهوة حلقة ده مش سهوة ده عمدا إبنا ما يدخلش في الموضوع نعم أتخلت عن قول المخالفة الدنيا أعني كذب ثانب قولا انخالفة الدنيا صح هل العثم يا ولاد التمنع من المخالفة الدنيا ما كولنا كل واحد بيزيد ما بيقفز من مش كولنا إيه البيناها عمومة وخصوص إيه أيه لا يمنع بدليل الامانة ولكن يمنع بدليل الصدق واضح؟ ولا يفهم اتناعها من الواجد الثاني الذي هو الامانة لانها انما تمنع من وفوع المعصيات والمخروف والكذب سهول ليس لحرام ولا مخروف فلا منافات بينه وبين الامانة اعب اذا تقع المنافات بينه وبين الصدق ولا تقع المنافات بينه وبين الامانة واضح؟ اذا الكذب سهول ليس بحرام ولا مخروف حتى يكون منافيا للامانة ولكنه منافيا للصدق لان الصدق هو مطابقة الخبر للواقع والكذب هو عدم المطابقة انه هو منافيا يعني في بينهما تنافيا لكن لا يوجد تنافي بينه وبين الامانة الامانة تمنع ما هو حرام وما هو مكروف فيه بعد كده اختلفوا على الخلاف الاولى ده ما وضعتها ان شاء الله انكم في ذلك لما هو الممنوع باتفاق الحرام وايه؟ والمكروف يعني لا يرتكبون صلوات الله وسلامه عليهم حراما ولا مكروها اه ويزيد اينا الصدق على الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام اه يعني يزيد الصدق على الواجب الثالث اللي هو التبليغ العام لمنع الزيادة على ما امروا بتبليغه عمدا او نسيانا اي هذه النقيصة لا تفهم من الواجب الثالث لانها وقعت بعد التبليغ العام فلا تنافيه اصله هو بلغه خلاص كونوا بعض ما بلغ بلغتان زيادة لا ينافي التبليغ لانه طالما هو بلغ ما امر بتبليغه بوقع التبليغ ام لا وقع راح بعد كده فكر في حالة جديدة وبلغها من عنده ايه معنى بلغه هذه لا تنافي التبليغ لانه تم انما تنافي ايه؟ صدق ولانه قال انا له ان هذا امرني ولبقى لي بعمله ويمش طال ما امره وقر على ما هو داخل Bev تبليغ لي بقى لي بقى تنافيه راح المبلغ زيادة بقى تنافي ايه؟ تنافي الصدق أنا ببنبت لي Kazakh Termi اعمانا ببنبت زيادة يعني اناها ديه يعني ما بلغتش ويقول ما صادقتش لم تكن ايه صادقة الهذي لم تستفد الا من دليل الايه الا من دليل الصدق انه يزيد حاجة اعرف لو نقص اذا منتنع بلايه بدليل التبليغ لو نقص انما لو ذهب لان الزيادة عبارة بعد التمام اي هذه النقيصة لا تفهمه من الواجب الثالث لانها وقعت بعد التبليغ العام فلا تنافيد وتفهمه من الواجب الاول الذي هو الصد لان هذه الزيادة كذب اه يعني كيف فهمت من الواجب الاول لان هذه الزيادة كذب ووجوب الصدق يدفعها لانه لو كان صادقا لما بلغ شيئا زائدا صادق يعني معناها تقول كده شوف الصحابة مع دقة الرواية اول ابن مسعود كان يقول حديث كان يصفر ويحمر ويتغير لونه وساعات ايه يضطرب ويخاف لا يكون ده حديث مش قرآن ده بيقول حديث شوف روح يقول ايه او كما قال تعال واحد يتفجح على المنبر والاحديث كلها موضوع وكلها غلط وما يحتاطش حتى ما يقولش ما معناه يروحولك قال على طريقة ايه الجزم والقد ايه ده انت لو مش حافظه كويش تقول ما معناه او كما قال والغريب تساعات ايه يكون معارك يريد كمان بيقول كده ومن نفسه نقول مثلا ده سهوة لا ده عمدا المتاد هو يعني ده منافع الصدق ومنافع التبليغ ومنافع الامان حاية غريبة مره ما واحد قال لي تعالى احضر عند ليه الجمعة تباكي سيدنا انا روح اصلي في ايه مدلاء لازم فيه بس يريد تحاول ايه يعني كان فيه ملاحظات من باب الاستفادة هو ما عاوش اصلا كده هو عاوش مدل عاوش ثناء وعاوش يعني اطراع بالبابل فانا فعلا قدت بالنصيحة اللي قالها بلسانة لا اعلم ما في قلبه فبقيت ايه قد ما يحصل قضاء في اللغة وقال بس فقط راقبني من الناحية اللغوية فيه قضاء قل لي يعني عشان انا يعني فلما رأيت من الاخطاء يعني كأنها قوله تعالى ففتحنا ابوال السماء بماء من هنره فلم استضر ملاحقة ليه الاخطاء النحوية فبقيت قلت لجأت الى حينه قلت لو قال شيئا صحيحا حال حسجل مش هعرف اسجل اقطاء لكثرتها ولانها متلاحقة فبقيت اسجل ايه الصواب فبعد ما انتهى قال لي عندك ملاحظات اثنان يا هذا هذا لا يضر في بحر هذا العلم الواسع وهذا الفتح العضو قلت له دا شيئان فقط مش خطأ شيئان فقط صواب وهذا من باب رمي ومع العلم ان هذه الخطبة التي وقع فيها صوابان فقط كانت مكتوبة ويقرأها من ورقها وما لو كان يرتجلها ارتجالا لماذا فعل فيها لارتد وهو على المنبر واما الواجب الثاني كل دا ومكتوب مباطرة ومن لو كان من الدراسة العملية واما الواجب الثاني وهو الامانة فيزيد على الواجب الاول الذي هو الصد بمنع مقوع المعصية والمكروه في غير كذب اليسان من اجيبة مثلا هاد كده ثاني من الاولين مؤمن واما الواجب الثاني واما الواجب الثاني وهو الامانة ايه زادت الامانة شان ما يقولوا شانه الامانة تستلزم الكل ايه اللي زادت الامانة على الصدق الان حنعرف واما الواجب الثاني وهو الامانة فيزيد على الواجب الاول الذي هو الصد بمنع وقوع المعصية والمكروه في غير كذب اليسان اه لان الصدق خاص بمنع ان كذب اللسان لان الصدق شاع في الاقوال فيقال صدق او كذب بمعه يتعلق باللسان كالغيبة مثلا والنظر العمد للاجنبيات من غير ضرورة فهذه نفيصة انما تفهمه الواجب الثاني الامانة يزيد على الاول بمنع وقوع المعصية والمكروه في غير كذب اللسان يعني معناها كذب اللسان زادة بالصدق كالغيبة مثلا والنظر العمد للاجنبيات من غير ضرورة والامانة زادت في غير ايه ما هو كذب اللسان كالغيبة مثلا والنظر العمد للاجنبية من غير ضرورة فهذه نفيصة انما يفهم جناؤها من الواجب الثاني الذي هو الثمان بس عاودين نفهم كده حاجة الصدق الواجب الثاني الامانة يزيد على الواجب الاول اللي هو الصدق بمنع وقوع المعصية والمكروه في غير كذب اللسان لا ما فهم كالغيبة مش كده؟ نعم اما توقف عن تقوله الغيبة 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 اللي هي ضد الحضور شوفت مرة احد بالجمعة كلها يتكلف على ساحرين الغيبة والنميمة يقولها في الخطبة بلفظ الغيبة الغيبة حرام كل الخطبة باللفظ كده وانه يقصد ايه؟ الغيبة بالكسر بس حاجة احدة بس فقط الكسر والفتح طب الغيبة مثلاً دي ترجع على ايه؟ عن لسان كم من لسان مهو كذب الغيبة لا الغيبة دي ايه؟ معصية باللسان لكنها ليست كذب اه معصية باللسان ولكنها ليست ايه؟ كذب انه لانه الغيبة ممكن تكون صدقة ممكن تكون موافقة ولذلك ايه تعريف الغيبة شوف افهمه ذك ذكرك اخاك بما يكره حتى وان كان صدقاً مفرد كان كذب ده مصيبة تاني كان ذكره بما يكره وهو صدق ده ما اسمه كذب ده اسمه ايه؟ جيبة انما اذا ذكرته بما يكره وهو كذب اسمه بهتان ده بهتان والبهتان اعظم من الغيبة لان الغيبة انت فيها صادق ولكن البهتان انت فيه كاذب اذا جمعت ايه مصيبتين مش كده؟ ومن يكسب ايه خطيئة او اسما فقد احتمل بهتاناً اذا الغيبة شوف كده الغيبة دي باللسان مش كده؟ ولكنها ليست كذباً والنظر العمد للاجنبين ده حلاص ده بالعين ده مخالفة ولكنها بالايه؟ بالعين نعم 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 غيبة مثلاً في واحد يقول لك غاب عنا غيبة يعني قطع غيبة ضويلة ما هذه الغيبة؟ الغيبة يعني عدم ليه؟ عدم الحبوة إنما المعصية اللي هي ذكرك أخاك بما يكره دي اسمه ايه؟ غيبة وليست ايه؟ وليست ضيبة وعن غيبة الشعر بيقول وعن غيبة فغل تحضر حضار الخدس أنقى موسى نعم شكراً لكم جاكس كذلك؟ المثال ولم تهمت لي؟ ماذا يقول؟ جاكس منواق كامل منهم مجلساً يخبرنا بما يقول مناط مناط مره مناط هناك خلال اخر انا 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 الفرق يعني في اللغة احنا ده مش موضوع انا ما خلال جوابنا عن واحدة فما تجرش القاموس كله احنا مش فضين باليش خلال خلال غيبة حلال المنغيبة هي للحرام واما الواجب الثاني وهو الامانة ما يزيد على الواجب الاول الذي هو الصد بمنع وقوع المعصيات والمكرون في غير كذب اللسان والنظر العمد الاجنديات من غير ضرورة والجال قال في غير كذب في غير كذب اللسان نعم ولم يقل في غير معصية اللسان لان الغيبة معصية باللسان لان الغيبة معصية باللسان ولكن لا تسمى كذب لذا اللسان ممكن تحصل منه مخالفات غير الكذب زي الغيبة زي الغيبة تقع باللسان وفي حاجة التالية والسباب والشتم واللعم والتكفير والتضليل والتبديع والتجريح فهذه النقيصة انما يهم امتناعها من الواجب الثاني الذي هو الامانة لمنافاتها للمعصية والمكروب هذه النقيصة التي في غير كذب اللسان يفهم امتناعها من الواجب الثاني اللي هو الامان لان الامانة معناها امتناع صدور معصية يعني حرام او ايه او مكروب ولا يفهم امتناعها من وجود الصد لانها ليست بكذب حتى يدبعها الصد وتزيد الامانة ايضا على الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام لمنع معصية التي لا تتعلق بالتبليغ يعني معناها ممكن الواحد يكون صادق ويكونش امين شكرا وممكن يكون امين من يكون صادق ومشي حياتك تتعلق وتزيد الامانة ايضا على الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام اه افهم كده انا وتزيد الامانة على الواجب الثالث الواجب الثالث هو التبليغ العام بمنع المعصية التي لا تتعلق بالتبليغ كالسرقة مثلا والخديعة ونحو ذلك وهو ظاهر اذا زادت الامانة على التبليغ بمنع المعصية التي لا تتعلق بالتبليغ فالمنع المعصي الذي تتعلق بالتبليغ هي معصي واحدة فقط ليا الكتمان او المقصان او ما يبلغش خالص واما الواجب الثالث وهو التبليغ العام فيزيد على الواجب الاول وهو الصد بمنع ترك شيء ما امروا بتبليغه عمدا او نسيانا الواجب الثالث وهو التبليغ هيزيد على ايه على الصد بمنع ترك شيء مما امروا بتبليغه عمدا او نسيانا مع اتزامهم الصدق فيما بلغوا من ذلك اي هذه النقيصة ايضا انما يفهم امتناعها في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام من الواجب الثالث وهو التبليغ العام بمنع ترك شيء مما امروا بتبليغه عمدا مفهوم الكلام مع اتزامهم الصدق فيما بلغوا اقول لك والله انا ساعة ما بلغت وطدقت وما بلغت تماما لكن خلاص انا بلغت بعد كده ايه اقول لك انت موصوف بصفات اخرى غير التبليغ هي اللي حتنعك من انك ايه تزيد شيء في التبليغ من عند نفسك وهي ايه الصدق الصدق والامانة بمنع ترك شيء مما امروا بتبليغه عمدا او نسيانا مع اتزامهم الصدق فيما بلغوا من ذلك اي هذه النقيصة ايضا انما يفهم امتناعها في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام من الواجب الثالث وهو التبليغ العام لان النقص عمدا او نسيانا مناف لوجوب عموم التبليغ وليس بمناف لوجوب الصدق يعني اذا نقص من تبليغ الرسالة عمدا او نسيانا هذا مناف لوجوب عموم التبليغ وليس مناف لوجوب العين الصدق لانه قد يصدق فيما بلغه ويترك شيئا اخر اجنبيا عنه فترك تبليغه ليس بكذب فيه اذ لم يقبر فيه بشيء ولا فيما بلغ لصدقه ويزيد ايضا وجوب التبليغ العام على الواجب الثالث الذي هو الامانة لمنع ترك شيء مما امر بتبليغه نسيانا اي هذه النقيصة انما يفهم نفيها عن الرسل عليهم الصلاة والسلام من الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام لمنافاتها لك يعني اذا اخر حاجة ليه وجوب التبليغ زاد على الامانة بايه بمنع ترك شيء مما امر بتبليغه نسيانا لان هذا لا يتضاب ولا يتعارض مع الامانة وانما يتعارض مع ايه مع وجوب التبليغ يعني هذه النقيصة انما يفهم نفيها عن الرسل من الواجب الثالث الذي هو التبليغ العام من منافاتها له لان السلب الجزئي منافن للثبوت الكل اه السلب الجزئي منافن للثبوت الايه الكل ايه الثبوت الكل اللي هو ايه السلب الجزئي اللي هو ايه اه عدم تبليغ عدم تبليغ البعض ده اسمه السلب الايه الجزئي عدم تبليغ البعض منافي لتبليغ الايه الكل لان لا يمكن يبلغ الكل اذا غلى الا اذا بلغ الله نعم ولا يفهم نفيها من الواجب الثاني الذي هو الامانة لما عرفت ان الامانة انما تدفع المعصية والمقروف لانه ده هذا وقع منه مثلا ايه اه نسيانا ولا يمتنع بالامانة لان الامانة تمنى المعصية والمقروف وعدم تبليغ شيء نسيانا ليس معصيةا ليس حراما وليس ايه وليس مقروف لما عرفت ان الامانة انما تدفع المعصية والمقروف وما يفعل نسيانا لا معصية فيه ولا كراها وذلك الظاهر هو بالله تعالى التوفيق ولا يقفى عليك بعد هذا ما تشترك فيه الواجبات الثلاثة وما يشترك فيه اثنان منها دون الثاني وما يزيد به كل واحد منهما على مجموع الباكير ده صعب شوية فلازم نأخره لكيه الدرس الايه الطالب انه كده وقولكم مش هتتحمل اكتر من كيه ولا يقفى عليك بعد هذا شو بعد ده كله ايه اللي زهت بواحد وايه نقول لك ايه اللي اشترك فيه الثلاثة وايه اللي اشترك فيه الثنين وهو هيستخرج طبعا مما سبق ولكن بعملية عقلية ولذلك تجد انه العلم ده فيه اعمال للعقل انما العلوم الاخرى عاوز ايه حفز وصحة ايه في النقل انما هنا بالذات فيه تشغيل ليه للدماغ للجهاز وعشان كده الدماغ طبعا مع الظروف بتاعتنا سوق التغذية وسوق الاحوال الجوية فيمنح الدماغ من العمل اكثر من نصف دقيقة اللهم صلي أفضل صلاة على أسعج محلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم على معلوماتك ونداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وفران ذكرهم خافرون اللهم صلي أفضل صلاة على أسعج محلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وفران ذكرهم خافرون اللهم صلي أفضل صلاة على أسعج محلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم على معلوماتك ونداد كلماتك كل ما ذكرك الذاكرون وفران ذكرهم خافرون اللهم هيئ لنا من أمر ما رفضه اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان والإسلام اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم جنبنا الزيغ والفتن والأهواء اللهم واحد بين الشخوف المسلمين واجمع الكلمة على كلمة سواء يا رب العالمين ووفقنا لما تحبه وترضاه اللهم استجب خضلك دعائنا وبلغنا مما يرضيك آملنا واجمع على الحق كلمتنا يا رب العالمين واشف مرضانا وارحم أمواتنا اللهم اجعلنا من المسابقين والمسارعين إلى فعل الخيرات ومن المجتنبين لكل المنكرات يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحمدنا وعلى أيام واسحمة الله واسحمة الله واسحمة الله